دكتور صهر أدماطي والخبر الخاص بأذنونات الخزانة وطرح البنك المركزي لأذنونات الخزانة بسأخير على حضرتك يا دكتور دلوات سامعيني كويس؟ أعم طبعاً أهلاً بيك يا فنم أهلاً بحضرتك يا فنم العوائد المنتظرة من طرح أذنو الخزانة ويمكن ده تكرر مش المرة الأولى فلو حضرتك تفاهمينا يعني ايه إذن خزانة أصلاً وإيه العوائد المنتظرة من هذا؟ أذنو الخزانة هي أداة دين حكومية أساساً بيصدرها المركزي نيابا عن وزارة المالية ليه بيغطي عجب في الموظمة اللي عملت له أذنو الخزانة دي فيها الميتة كويسة قوي إنها تعتبر أحد الطرق الإستثمارية للمواطن للشركات للبنوك فبتلاقي أعرف كبير من بنوك بيقبل على شراء أذنو الخزانة نفس الواضع المواطنين ليه بقى؟ هي أولاً أداة قصيرة الأجد مدتها سنة فأنت عندك كذا تاريخ يعني ممكن تغييها لمدة 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر سنة بتجيب لك عائد كويس قوي يعني الطرح التعنبارح مثلاً كان بفايدة في المتوسطة 22% ده يعتبر فايدة كويسة جداً فترة زمنية قليلة لو خدتش تاريسي أزون 6 أشهر 9 أشهر سنة بتحقق عائد كويس طبعاً تتقل لتاريخي لسه حقاك كده حضرتك بتفرقلنا ما بين أذون الخدانة والشهادات آه هي بصي هي أقل من الشهادات طبعاً لأن بيفرض ضريبة 20% عن فايدة وبالتالي بينزل هذا العائد تقريباً 1.5% عن الرقم اللي هو بيبقى معروف ده معروف بزيتها فين بقى الموتة مثلاً اللي بيشتري أزون خزانة ما بيستناش لتاريخ استحقاء الأزون عشان ياخد الفايدة بياخدها يوم ما بيشتريها دي نقطة إسمعها أن أنت بتخجي إيه الفوائد بتابك مؤدما هتتعه هو ودلالك إزاي ستجيبتها عطبر ميزة كويزة في الناس اللي هي بتحب تبسسنة في زون الخزانة في أي وقت تحب تبحها بتقدر تبحها طبعا وذنه يبقى اللي هي قصيرة الأجل طيب يا راكتر مين الفئات المستهدفة اللي المفروض أنها تقبل على مثل هكذا وزون خزانة أكبر فئات بتشتري أزون خزانة البنوك طبعا نمرة واحد فيه شركات بتشتري وفيه أفراد بيشتروا من البنوك يعني البنوك بيروح البنوك ويقلبوا شراء أزون خزانة ولكن طبعا أكبر أكبر جهة بتشتري هي البنوك والمنتظر إيه بترح أزون الخزانة يا داكتر حالياتك النهاردة الدولة محتاجة فلوس عشان تغطي عجز موزن تغطي مصرفات مفروض تدفعها لاني أنا دبعا دخل فيه مصاريف كثير فيما يخص مثلا مشاريع الخاصة بالمظلة الافتماعية حياة كريمة وخلافه وبستطريب تحتاج فلوك فده تعتبر احنا بنسميها أداة أداة من أدوات البنك المركزي لإدارة مثل هكذا مواقع أداة من أدوات البنك المركزي هي أداة حكومية من طرح المركزي نيابة عن وزارة البنك صحيح أهلا بحضراتكم من جديد وزارة الصحة والسكان أعلنت فحص 237 ألف مولود وده ضمن مبادرة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة تحت شعار 100 مليون صحة وده انطلاقا يعني بداية انطلاق المبادرة يمكن كانت 13 يوليو 2021 ولحد النهاردة المبادرة شغالة بيستهدفوا انهم يعني نطمن على أطفال الأجيار اللي جاية نشوف ايه مسببات الإعاقة نبحث أكثر عن صحة الطفل اللي هو بكل تأكيد هو مستقبل هذه البلد وزارة الصحة كمان وضحت انه دلوقتي شغالين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة واللي الكشف عن 19 مرض وراسي ده هدفها لدى الأطفال المبتسرين ومن المقارر ان المرحلة التانية كمان تشمل إجراء المصح الطبي لجميع الأطفال حديث الولادة في كل الوحدات الصحية في كل محافظات جمهورية مصر العربية الحال هو مسألة الاهتمام بصحة الأطفال والاهتمام بصحة المرأة من وهي حامل ومسألة انه نعي تماما أهمية صحة الطفل من وهو صغير اكتشاف المبكر للأمراض علاجها حتى ان احنا وحنا منتكلم على التغذية السليمة داخل المدارس وزي الوجبات المدرسية تقدم للطلاب عشان يكون فيه بنيان صحي وقوي يقدر بيه الطفل انه يمارس حياته بشكل طبيعي يتعلم يكون أكثر زكاء يكون أكثر قدرة على انه يكون طفل عنده صحة كويسة يقدر انه هو يفيد نفسه ويفيد بلده بعد كده طيب الحال انه كمان فيه موضوع تاني يمكن انتشر عن مواقع التواصل الاجتماعي يخص مسألة الاستخدام الكتير للتليفونات وكلنا طول الوقت مسكين تليفوناتنا وبسطين في التليفوناتنا وناس كتير بتتضرر وناس كتير ايجا لها اصداع وناس كتير عينيها بيحصل فيها حاجات اللي ممكن يحصل غير ان احنا بنتكلم على الأضرار الاجتماعية احنا بنتكلم عليها طول الوقت وان التليفونات خلتنا يعني مش عايشين منسجمين مع بعض داخل البيت الواحد وانه الناس ما بتتقابلش غير لو الانترنت قطع في البيت يبطلوا بيطلعوا يتكلموا بعض الحال انه الموضوع برضو ليه بعد طبي وصحي كبير ويمكن قرينا كلنا الفترة اللي فاتت عمس قالت انه امرأة هندية اصابت بالعمل مؤقت نتكلم في حوالي اكتر من سنة بسبب استخدامها الزيادة لتليفونها المحمول ايه اللي بيحصل وازال المرأة دي تشخاصت والمتلازمة اللي هي مصابة بيها اللي بتسمى متلازمة الهاتف الذكي خلينا نعرف مع حضراتكم التفاصيل دلوقتي معانا على التليفون دكتور اشرف الهباق استاذ جراحة العيون مساء الخير على حضرتك يا دكتور وايه هو متلازمة الهاتف الذكي وازال يتم تشقيص ده ايه الاعراض اللي ممكن تزهر علي فانا حس ان انا ممكن نكون داخل على اصابة بهذا المرأة في الحقيقة في الفترة الاخيرة وقالنا فترة طويلة قوي بيحصل دائما كل فترة يصل ابحاث ودرسات علشان اضرار التليفون المحمول على العين طبعا طلعت حاجات اسمها ديجيتال بيجان سندروم اللي هي متلازمة بتنتج عن استخدام الموبايل لفترات طويلة بالنسبة طبعا للصغار وبالنسبة للكبار في حاجة اسمها الضوء الازراء البلو لايت هو طبعا موجود في ضوء الشمس وانا طبعا اغلب الناس عارفين الموضوع ده ان الضوء ده ربنا خلقه اصلا علشان خاصة في الاطفال يعني النموه قويس الخلايا بتاعة المركز الاخصار وبالنسبة للكبار مهمة ضوء الشمس بالنهار ده علشان خاطر الزاكرة والحالة المزاجية فالبلو لايت ده موجود في قلب الموبايل كمان وهي دي المشكلة اللي عندنا كلنا ان الاستخدام الفترات الطويلة للموبايل بذات اسمها فترات الليل بيعكس الحاجة لربنا خلقها علينا ان احنا نحن بالنهار نبقى مع ضوء الشمس ونستفيد دي وبالليل ننام فبيحصل مشاكل من امتصاص الضوء الازراء ده نفسه للعين طبعا يمتصص عن طريق القرانية وعن طريق العدسة وعن طريق الشبكية وقال الدراسات ان هو بيعمل ضرر في حاجة اسمها الميكروديجنوريشنز اللي هي بيسمها بالعرب التنكس البقعي اللي هو دمور في خلايا مركز الابصار حاجات كلها دراسات احنا في واقعنا العملي مشتناشي الكلام ده حتى الدراسة اللي هي سبت عن طبيب هندي ان هو قال ان الحصل فقد للإبصار سنة ونص لمريضة بسبب الموبايل انا طبعا بشك في الاحترامي طبعا بشك في الدراسة دي خالص ودخلت عليها لإسم الطبيب ده ما هواش طبيب عيون ده طبيب نيورولوجست امريض امراض عصبية ولم يشير بالقريب او من البعيد بأي حاجة من ناحية العيد خالص لا في فحوصات على الشبكية ولا على العصب ولا اي حاجة متخذة على هذا الموضوع لكن اعتقد ان الموضوع ده لا انا بشك فيه طبعا مية في المية كمان يعني لم يثبت عنه ان شيء لكن بقى ده بحاجة اتكلمنا عن الموضوع ده هو لازم طبعا برضه لنبه ان الاستخدام لازم يكون مقنن شوية بالنسبة للموبايل يعني ايه مقنن يا داكتور يعني في ناس شغلها يعني شغلها على الكمبيوتر ومش بس هي قاعدة يعني بتشوف التطبيقات او بتتسلى يعني على التليفون والكمبيوتر عندها وقت كبير هي قاعدة قدام التليفونات اكيد انا معها حضرتك الساعات الامنة اللي استخدامها ايه من غير معناية تتأثر خلينا نتكلم ان الناس دي برضو هنحط له يعني هم اللي بيشتغل على الكمبيوتر الفترات الناس كلها تشتغل على الكمبيوتر خلينا نشتغل في اضاءة كويسة كويس خلينا نتجنب ساعات الليل اضاءة الغرفة اللي حواليها يعني يا دكتور بالضبط يا فندم لازم يكونوا اضاءة كويسة جدا كويس خلينا نقول ان احنا لازم نقعد في اضاءة كويسة وانه دايما نعم الفترات للراحة يعني ما يبقاش الشغل المتواصل يعني لازم على الاقل ولم يصبت اكتر من كده اننا على الاقل لكل روما يساعدين الساعة اريح عيني دقيعتين ثلاثة احنا بنتكلم ان كل عشرين دقيقة متواصلين شغل اريح عيني بعيد عن الكمبيوتر انا بقول خد دقيقة او دقيعتين كمان مش مشكلة يعني اغفع عينك من على الموبايل او الكمبيوتر وريح عينك شوية مش هجرة حاجة لكن احنا بيحصل عندنا في مشاكل في العين نفسها من الجفاف اللي بقى تحصل عندها دراسات كتير قوي اللي تزامش بتاع العين بيعمل جفاف للقرانية وجفاف القرانية ده ده استأل ربنا خلقه عشان يغطي القرانية بيعرضها للجفاف بيعرضها لدخول اي جفافات او مقربات تخش على القرانية تصيبها طبعا بالامراض فاحنا لازم ناخد بالنا من الكلام ده كويس والاطفال بالذات يا فاند منازم نتركب على الاطفال انه يقاش الموبايل مع الطفل طبعا انه طبعا الطفل سعيد او بالموبايل واهل الصعداء انه هو يعني يقعد ومفصوص فلاازم برضو يتقنل هذا الموضوع الاطفال يا دكتور بيدهم ساعة على اليوتيوب وساعة للتلفزيون وساعة الحاجات تانية شايف موضوع الاطفال ده نعييره ايه في الاستخدام لو ساعة كويس ما يبقاش اقتر من كده احنا بنشوف في شغلنا بالساعات الطويلة طبعا وده مش مظبوط يعني عايز اقول لحالك انه هو طبعا ده بيأثر على خلايا النمو بتاعة الشباكية في الاطفال نفسهم فأرجو ان احنا ننتبه لهذا الموضوع يعني انا عايز اقول برضو كمان ان احنا يعني نقل للضوء على قد ما نقدر في الموبايل وبلاش نستخدمه في الضلمة بلاش نستخدمه موبايل في الضلمة وقابل انهم بيزادة بيعمل نوع من الارق للانسان نفسه في دراسات بقى دلوقتي بتتدور على انه هل توف تأثير على الدماغ ولا لا يعني هل الموجات دي اللي هي بيسموها اللي هي ريديو ريدياشن هي وقد موجات الرديو اسمها ريديو فريكوانسي دي لها نفس ريديو فريكوانسي دي صرعا من الضوء بتاع الموبايل بس ما ثبتش عليها حاجة لهم بيفكروا انه يكون حاجة لفت على تأثير خلال الدماغ نفسه لم يثبت للان حاجة زي كده لكن هو اصلا الطبيعي ان احنا نستخدم موبايل طبعا كلنا بيحتاجه لان طبعا بقى مهم بالنسبة لنا كلنا لكن التقنين نفسه في الوقت بتاعه ده مهمة اوي التقنين نفسه في استخدام موبايل مهمة اوي ولو كانت فيه اي شكوى من الموبايل من نكشف على العين ما فيش مشكلة لبالا يكون فيه جفاف محتاج قطرة معاينة تستخدم لبالا يكون الشخص نرسل محتاج مقدارة تستخدمها مع الموبايل او مع الكمبيوتر يعني لو فيه شكوى ما نسكتش عليها ده اللي نعايز اقول عليه حضر احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دبطر على كل هذه النقاط الهمة دكتور اشرف الهباق استاذ جراحة العيون شكرا جزيلا على وجود حضرتك معاين نروح دلوقتي معا حضرتكم لموضوع تاني والحقيقة مسلسل يعني جمع الاسر المصرية بشكل كبير وكان حديث لسوشيال ميديا والناس تأثرت بيه بشكل كبير دحكنا معاهم وعيطنا معاهم وتأثرنا بيهم كلهم كشخصيات ويمكن كمان الاغنية الاخيرة في نهاية المسلسل اللي كانت عاملة ترند جامل جدا على السوشيال ميديا الناس مش مبطلة كلام على موضوع عائلي وهو فعلا موضوع عائلي لم العيلة المصرية تاني والعيلة العربية قدام التلفزيون تتفرم وتشوف الكوميديا الجميلة اللي احنا بنفتقدها فيه اعمال كتير شخصية من الشخصيات اللي كتعملها قلق طول المسلسل وعملها قلق على السوشيال ميديا هي شخصية غازي واللي قدمها الفنان السوري محمد القس وطبعا الناس كانت كل شوية بتشير صوره وكلامه والتعليقات اللي هو كان بيقولها والجملة الشهيرة بتاعته في المسلسل حبيبي حبيبي وتحط بقى كوميكس وخف الدم المصريين الكبيرة جدا يعني هو الحقيقة كان متجاود معه في شكل كبير على السوشيال ميديا احنا النهاردة بيسعدنا ان احنا نرحب الفنان محمد القس في التسعة وطبعا يعني نبركلك على هذا التقلق الكبير ويعني نحكي معاك بقى كل الحكايات اللي المصريين عملوها معاك لأيام اللي فاتك لكن قبل أي شيء طبعا تعزينا ليك ولكل الشعب السوري في هذا المصاب القليل برحب بيك الفنان السوري محمد القس أولا مساء الخير عليك يا أستاذ هدير وعلى جميع المستمعين وأمنياتنا بالرحمة للناس اللي يعانت من الزلزال ويأخذنا يكون شعون دائما من قول رأخذنا يلطف بعبادك وشكرا أوي على المقاتمة الحلوة اللي قلتها وده يريد أكون يعني على قد نص ما قلتي ده كرمنا حضرتك الحقيقة انه شخصية غازي كانت عاملة قلق والناس رغم انه مجرم حبته مفصل إزاي المحبة الكبيرة من الجمهور المصري دي لشخصية غازي المجرم الكوميدي والله بقولك ده كرم من ربنا يعني أنا الحمد لله يعني هو أصلا أنك تدخل قلوب المصريين دي بحد ذاتها نعمة من ربنا أنا بيعني تشكر عليها كتير وأنا مش عارف يعني أنا يمكن زي بقيت الزملاء ويمكن قالوها الأساد أستاذ جندي ولا أستاذ كدواني إن فيه إيه فيه إيه إيه اللي حصل اللي الدنيا مقلوبة ونقول يا رب الحمد لله يعني ويكون شخصية غازي يعني وصلت فهو ده بفضل أنتو كنتوا حاسين إن كلمة السر في موضوع عائلي إيه إيه اللي خلى الموضوع يعني يعمل الدقة الكبيرة على السوشيال ميديا والناس اللي ما كانتش بتتفرج بقيت بتتفرج وكل الناس متابعة اللي ما شافش الجزء الأوليني بتالي يدخل يشوف الجزء التاني ويجيب الجزء الأوليني ويشوف صحيح والله بصي اللي أكتب عليك لو قلت لك أعرف أنا ما عدت الحمد لله ده توفيق ربنا إيه اللي حصل إزاي يمكن يمكن يعني إحنا بنسمع من الناس ومردوا بالآخر إحنا ما نقدم عمل وهي اللي بتسنت وبتقول فأغلب الناس كانت بتقول بساطة العمل في عمل العيلة كلها تتجمح واليه الكبير والصغير الأب والإبن والأختي والزوجة والأحساد مع جدون ست ويعودوا يتفرجوا على حاجة يمكن الحتة دي وأنا الأكتر حاجة سمعتها بقولك إحنا حبيناها في المسالسة يعني في حاجة بنتفرج عليها وبنشهر أنه أنتم تتكلموا على حاجة بسيطة ما فيش تقيد ما فيش تخليك أمور يقعد يفكر في الحتنوت لا هو يستمتل حاجة بسيطة طيب خلينا أتكلم معاك عن كواليس اختيارك لشخصية غازي والمخرج الجنزي وزي خرج ده منك شخصية مختلفة الحقيقة بتدحك بطريقة مختلفة الشر حتى بطريقة مختلفة والله يبص هو يعني أولا الورق المكتوب حل ثانيا الأستاذ كيندي هو بيعرف تطلع حتى بالقوم لأنك ما تقول قوم لأ نبدأ بديه وتقول فيه ويختن بديه تطلع أحلى تطلع أحسن وبعد كده التوفيق ربنا اللي هو كنت تتكلمين ماشي أنا الكلمة دي مجلتهاش أنا كنت بس زمان بسمع علي يوقع المكلمة ما بين الأستاذ محمد عبدالوهاب والأستاذ عبدالحليم أنا أختي بحب جدا أنا عبدالحليم عبدالحليم مكلمة دي وبحب بسمع عموما كانوا بالثبات فمكلمة تريفهم سكية لأي عبدالوهاب بيقول لعبدالحليم ما بين أرحام الجميع طبعا حبيبي فقال له حبيبي فعلقة في دماغي بس هي دي السكرة يعني حاجة بسيطة بس كانت ترند وكان فيه يعني حكايات وكواليس كمان بين حضرتك ودويت وكده ما بينك وما بين الفنان محمد ردوان والحقيقة يعني الناس كنتمستنيها اللقاء ده في الجزء التاني يعني عربية ده تكلم ما يقولي يا معلم ده كانوا مستفيد وكنا بندحك يعني ما شاك لقاء اللي إحنا في العربية وإيه الأحيان تبقى في التصوير من التحكة مش قادر الرجل ده ملاق النقطة تطلع منه بشكل سهل جدا وغارق يعني ما تبقى معاصلنا الشيحات ممكن يقفوا التامل والسهل ده وما يمسكش نفسه مدحك مستحيل مستحيل وشخصية رمضان حريقة مع جازي لا تفعلها يا أخي عشان كده الناس كانت سعيدة باللقاء ده الحقيقة وكانوا متفاعلين معاك بشكل كبير جدا جدا والشخصية كانت مأثرة فيهم عايزة كمان أتكلم معاك عن تمثيل أمام مجد الكدواني للناس يعني مش متفاجأة بأداءه لكن الحقيقة أنه بيبهرنا طول الوقت بعطاء فني كبير جدا 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 تخلينا يعني قاعدين كجمهور متشوقين ومجد الكدواني ممكن يعمل ايه أكتر من اللي احنا شايفينه والحالة الفنية الكبيرة اللي عايشنا فيها مع موضوع عائلي وغيره طبعا من الأعمال الفنية الكبيرة بصي أنا دي كلمة وأنا أقاسف بأعتذر من الجمهور لو سمحها مثلا مني أكتر من مرة أنا كنت بقول أنا لسه قبل العمل ده كنت بتفرج على الأستاذ ماجد الكدواني بقولي رات تشتغل مع العظيم ده أستاذ ماجد هرم يعني العضاء اللي أنت بتشوفيه على الشاشة فيه عضاء أكبر منه في الكواليذ راجل معطاء بمحبته وبيحنانه وبيكرمه أنا أول مرة عادت فيه مع الأستاذ ماجد أول ما شفته كانوا بيصوره كذا فرق كان فوق عمه والأستاذ نرائيس كده في القتيل اللي احنا منصور فيه فوق على الروف قاعدة أحنا عادة 15 ديلا داع الصبح بنتكلم الكلام بينهم كان إنساني جد بنتكلم عن الله عن القلقة الإنسان عن تعامله بيقول كلام عادي أنا بالنسبة لي لا ده حكم هو كده هو كده معطاء ما بيبخالش بمعلومة ما بيبخالش بنصيحة وقدي هو قدي إيه هو عظيم ببسطة وده اللي يمكن بيطلع حالة العمل بالشكل الإيجابي ده وبتوصل للناس بشكل كبير من الإيجابية والحب يعني بشكل يعني عظيم الحقيقة وده اللي حصل في موضوع عائلي واحد واثنين والناس عايزة أقول لك مستنى موضوع عائلي تلاتة ويعني الحالة مستمرة أنا عايزة أعرف بقى حضرتك بتتحضر لإيه كدراما مصرية وسينما مصرية وأعتقد أنه يمكن السوق المصري في الفن مختلف عن أي حد تاني والجماهير المصرية أكيد أنت تبعت كم الكوميكس اللي كان معمولة على شخصية غازي والحب الكبير اللي الناس كانت شايفاه محضر أي تاني داخل السوق المصري والله يا بص دي محبة بتحمل مسؤولية لكن بالآخر الأعمال يمكن هي توفيق من عند ربنا فإنت بتشتغل عمل بتدي إخلاصك لكن هو التوفيق ربنا بيكتب له التوفيق أو دعا إن شاء الله بي عندي مسلسل بس ما درش أقول إيه دلوقتي عجر رمضان المصرية في رمضان في رمضان إن شاء الله إن شاء الله وفيه فيلم سينما أنا خلصته برضو هنا مشاركة كده بسيطة مع أستاذ أحمد الفشاوي وإن شاء الله يا رب يعني ولسه جاي وأنا بقول إن برضو فكرة إنك تطلب كده فجأة في مصر فلازم تكسر الردم بعدها إنك تعمل حاجة مختلفة وحاجة على الأقل إنك تقول فيها أنا يعني ما تخليش الكمهور يرتبط بكاركتر معين أو بشخصية معينة يا رب يا رب ده كل توفيق من عند يا رب إن شاء الله وغالبا غالبا غالبا هي واردنا الممثل أحيانا بتعمل حاجة حلوة بعدها حاجة متوقمة ما تلاقيش التوفيق فيها بعد كده حاجة إن شاء الله أحمد إن شاء الله غازي يكون وش يستعد عليك وتكون موفق وإذن الله في الأعمال القادمة في رمضان وكمان الفيلم السلمائي حم نشكرك شكرا جزيلا فنان السوري محمد القص شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في التسعة نروح مع حضرتكم للوقت لفاصل ونرجع بعد كده نكمل كلام أهلا بحضرتكم من جديد يمكن حديث كل جماهير الزمالك عن مسألة خسارة الزمالك في بداية مشواره في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا خسارة بهدف قدام شباب بلوز داد ويعني الحالة إنه الماتش على أرضنا والجماهير بتقعنا لكن النتيجة مش في صالحنا رغم إنه الناس النهاردة كانت متخيلة إنه الزمالك حيفتح ولعبت الزمالك يفتحوا صفحة جديدة قدام الجماهير وننسى الدوري واللي بيحصل في الدوري ونركز في البطولة الأفريقية لكن اللي حصل غير كده والبعد يمكن بيقولوا إنه اللعبية ما عملوش أي حاجة علشان يفوزوا النهاردة في الماتش دراتي معانا على التليفون النقد الرياضي محمد مطوع مساء الخير على حضرتك وإزاي شايف أداء اللعيبة النهاردة في المباراة وتعليقك إيه على غضب الجماهير والجماهير اللي بيقولوا اللعبية ما عملوش أي حاجة النهاردة علشان يفوزوا في هذه المباراة في البداية مساء الخير على حضرتك وعلى كلهم تباين حضرتك أهلا بك يعني أداء يعني مش بعيد عن أداء كل الناس اللي تبعت المباراة عليهم الأداء يعني أداء اللاعبين لم يكن في أفضل حال أداء مغزي بالنسبة للجمهور الزمالك اللي كان عنده أمل أن النهاردة المباراة النهاردة تكون بداية تصفح بعد إخفاقات محلية سبع مباريات في الفترة الماضية فكان فيه أمل أن الأمور تكون أفضل في الفترة القادمة ولكن يعني زي ما حضرتك شفتي أداء أكثر من سيء ما فيش روح أن أنت عايز تفوز تفعل الأمورك اللي كان مالي أستاذ القاهرة في حدود العدد المسموح به نتج عنه زي ما شفنا في نهاية الأمر هزيمة في بداية مشوار الزمالك في قوله مبارياته في دور المجموعات من دور أطال أفريقيا بيصعب الأمور على الزمالك آي نعم لست دربة البداية ولكن الأمور بتزداد صعوبة خاصة أن الزمالك عنده المباراة المقبلة يوم الجمعة القادمة في أفريقيا أمام الماريخ السوداني وهتلعب في ليبيا بسبب بعض المشاكل في استد الماريخ الاتحاد الأفريقي ما سمحلوش بيلعب فيه في النص عنده مباراة يوم لتنين أمام سموحها فكل دي أعباء كثيرة كثيرة على الزمالك وأمور كثيرة على جمهور الزمالك بيحاول يتجاوزها في الفترة الحالية حسنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا ناقد رياضي محمد مطوع شكرا جزيلا على وجودك معنا مستمرين مع حضرتكم وحادثنا عن الرياضة اللي هي الحقيقة يعني عش الشعب المصري بشكل كبير خليني دلوقتي أكلمكم عن لقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع موهبي مشروع ستارز وفي إيجبت الاكتشاف ورعاية الموهبين في كرة القدم وده ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي اللي بيحصل وإحكاية سفرهم لإسبانيا والتدريبات اللي تم تلقيهم لها قبل السفر وقبل بداية المشروع وزي أصلا تم اختيار هذه العناصر للسفر لإنه مسألة صناعة الموهبة ومسألة البحث عن المواهب واختيار التجارب اللي المفروض يعدوا بيها كموهبين علشان نقدر يعني نوصل بيهم لمواهب كبيرة تروح عالميا ترفع راس بلدنا ونشوف محترفين مصريين في كل الفرق العالمية ده شيء مهم جدا ويمكن ده حديث هام جدا ودايبا نتكلم على النشئين وزي نهتم بالنشئين وزي يكون عندنا فرق قوية ومواهبين كتير في كل مستوى العالم خلينا دلوقتي نروح مع حضرتكم ليه أستاذ عمر مهنة الرئيس التنفيذي للمشروع القومي للمواهبين لكرة القدم مسألة خير عليك أستاذ عمر وعايز أعرف من حضرتك مسألة ستاردو في إيجيبت وزي تم اختيار هذه العناصر وزي تم تدريبهم قبل ما يسافروا لأسبانيا بشهر خير يا فهندن بشهر حضرتك أهلا بحضرتك إحنا ستاردو في إيجيبت تبتدينا من ضمن خطة المشروع القومي لإكتشاف رعاية المقبين في كرة القدم البروتوكول وقعناه مع وزارة شباب والرياضة وده المشروع الوحيد بالنوع اللي بينفذ مع القطاع غير حكومي أو القطاع خاص مجموعة قبراء من كذا دولة بنشتغل من خلال شركة هولندي وقعت البروتوكول مع الحكومة وبيسعدنا أن احنا بنقدم طرح مختلف لإكتشاف الموهبة وتنبيتها يوافق نفس الأسليب العلمية الموجودة في كل حتة العالم حتى حضرتك مصر مليانة مواهب لكن مسألة اكتشاف وتنمية الموهبة مسألة أولا طويلة الأجل ومحتاجة أصول معينة الحمد لله إحنا شغالين بأننا سنتين ونص ونتاج هذا المشروع ابتدى يظهر الحمد لله رب العالمين اكتشفنا عدد كبير جدا من المواهب بنفتخر لأنهم مجوش من جوة الأندية أو من المنظومة الحالية لأن دعا كبير دليل لأن مصر لسه فيها مواهب كتير جدا إحنا بس من أسبوعين كنا في الوزارة ومعالي الوزير حضر بروتوكول مضناع مع نادي فيوتر بيعنا أو انتقل من خلاله لاعب ناشئ ويعتبر أغلى لاعب ناشئ في تاريخ مصر صفقة كبيرة لأن ده تأديرا لموهبته وانتقال اللاعبين بيتم برضو من خلال متابعة للفشروع لحد ما نوصل بيهم إن شاء الله للعالمين المصر الأخير مع معالي الوزير ده كان ولدين من ضمن المواهب اللي اختارهم المجموعة الإنجليزي اللي بتشتغل معنا في تشاف الموجوبين وتم تطويرهم خلال السنتين ونص دفاته تدوا معنا من عشرين عشرين ومستمرين لحد دلوقتي وان شاء الله دول بياخدوا تجربة جديدة من نوعها هو تجربة معيشة مع أندية في أسبانيا عشان إحنا عايزين أولادنا يبدلوا يحتاجوا بالمستوى الدولي والأوروبي من بدري جدا لأنه قدر بينقص مصر صناعة المحترفين صناعة المحترفين صناعة أهمة جدا 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 ويعني أن إحنا نبتدي فيها ده شيء مهم عايز أعرف من حضرتك إيه البرامج التدريبية اللي بيطلقاها المحترفين أو يعني المحترفين المستقبليين بإذن الله قبل ما يبتدوا يطلعوا برا لأسبانيا وغيره وإزاي أصلا بيتم اختيارهم من البداية هو البداية إحنا مجموعة تعمل زي ما وضح ذلك شغالين في مراحل الانتقاء والتدريب التدريب ده ليه منهج معين في تنمية المهيبة حطوا خبرة من هولندا ومن إنجلترا ومن أكثر من مدرسة نجحة على مستوى تنمية المهيبين على مستوى العالم وبيطبقوا النظام ده من خلال خبرة أجانب موجودين في مصر أو خبرة أجانب يزوروا مصر ومجموعة من الخبرة المصريين معنا زي كابتن هاني العقب بمسأ نواي الأباني بينفزوا مع المجموعة الأجنبية برامج التدريب دي اللي هي موضوع بعناية على أبليكيشن بحيث أن احنا نضمن أن برعب التدريب وطريقة تنمية المواهب بيتم بطريقة صحيحة وفقا للخطة المحطوضة معنا مجموعة تانية اللي هي بس متخصصة في تشاف المواهب على رأسهم ديفيد هوبسون وهو كبير مكتشفي منشستر يونايتد وهو اختار عناصر كتيرة من المجموعة الموجودة من البداية وبيتم اختيارهم وتصنيفهم وفقا لمستواهم وبالتالي بنحدد مستوى الولد هل هو ما عنده مستقبل أن يسافر بر مصر ولا هو مستوى مش حيأهله للمرحلة دي فتنمية كل مواهبة بتتم وفقا لإمكانياتها واستعداداتها وفي نفس الوقت تجاوبها مع برامج التدريب عظيم طيب أستاذ عمر عدد اللعيبة اللي مسافرة إسبانيا قد إيه وأعمارهم إيه احنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من لعبين مرشحين للسفر سافر منهم أول واحد الفعل اللي هو أحمد عاطية وده عمل اختبارات أداء في نادي رايو غاليكانو اللي بيلعب لليجة من أندير متقدمة في الدوري الأسباني والحمد لله الاختبارات كانت جاهدة جدا والنادي طلبه تاني وبنجهزه للسفر إن شاء الله في الفترة الجاية لمرحلة الاختبارات التانية اللي هي بإذن الله تكون مرحلة مؤهلة إنه هو يستمر مع النادي عندنا مجموعة تانية مرشحة أنها تسافر برضو خلال فترة الصيف أكتر من ست لعيبة وفيه اتنين لعيبة إن شاء الله مسافرين يوم الحد أسبانيا نادي من الأندي المتقدمة في الناشئين هو الثالث في الدوري الأسباني في الناشئين بعد ريال مادريد وأتاككم مادريد إسمورايو ألكوبانبيس حيوضوا إسبوع هناك معيشة كاملة وتجربة احتراف على المفهوم الكامل معسكر كامل صبح الحد بالليل عشان من خلالها نقدر نشوف أولى مستوى اللاعبين المتمايزين المسافرين دول من مجموعة كبيرة جدا في المرحلة للسنية دي اللي هو 13 سنة عندنا أكتر من 12 أو 14 لعيب إن شاء الله يبو مرشحين للسفر فترة الجاية البرنامج الزمني اللي وجودهم في إسبانيا إيه يا فترة؟ البرنامج الزمني هم هيعوده 8 أيام وزي مؤتد حك ده معسكر معيشة متكامل يعني بيخشوا قامة مع الفريق بيحضروا معاكل للتدريبات الرياقة البدنية والقياسات اللي حتم للفريق المرحلة العنبية اللي هم فيها 13 سنة حيلعبوا ماتشاط ودية في إسبانيا إحنا جابين مجموعة كبيرة برضو من السماسرة اللي بيشتغلوا معنا في التسويق الدولي نحن بيشتغل مع أكبر وكال التسويق اللي اللاعبين ناشئين في العالم تريفل أس أم وهما دول شركاءنا في التسويق الدولي وجابين مجموعة كبيرة يشوفوا الأولاد ويصوروهم عشان نقدر نقف على حالتهم من وجهة نظر الخبر الأوروبيين هل الولاد دول مبشرين للمستقبل هل في طريق محدد نقدر نرسمه من دلوقتي نتقدريش لوقتي يتحترفي بسن 13 سنة لنلازم يعدي 17 سنة ونصف عشان يبقى محترف لكن احنا حابين وولادنا يبتدوا يحتكوا بالتجارة دي من بدري لأن ده بينقص مصر المرة الثانية بقولها لأن تجربة الاحتراف لازم تبتلي من بادري احنا مشكلتنا أنه أولادنا كانوا بيسافروا بعد 22-23 سنة وهم سافروا بأنه النادي طالب مبلغ كبير فمش أي حد يقدر يدفعوا بيخشوا في مفاضلات مع العيبة تانين جايين بالبرازيل وارجنتين بأسعار أقل منهم وموهبة مقربة مش هقول أحسن فلكن لما أولادنا يسافروا من بره الرهبة بتاعت الاحتراف أو العيشة بره بتختلف وفي نفس الوقت كمان يتم تنميته بشكل مبكر جدا ويكتسد خبرات إن شاء الله الأولاد المسافرين دول كراس عشري وعبدالعيد يبقوا نموذج للعب المصري بإذن الله مواهب الحمد لله مبشرة جدا وكل المجموعة السنية اللي عندنا في نفس عمرهم كل لعب فيهم مميز في حاجة معينة وإحنا حابين أولادنا يشوفوا التجربة دي من بادري عايزة أسأل حضرتك كمان عن وجودكم داخل المحافظات المشروع القومي للموهوبين لكرة القدم موجود في كل حتة للمحافظات المجدد الناس توصلكوا إزاي لو أنا شايف أنه ابني موهوب ومحتاج أن أنا الناس تواصل معاكوا إزاي الناس تقدر تتواصل معنا يأمم خلال الموقع بتاع الوزارة أو stars of easy.com المركز الرئيسي بتاعنا في مركز شباب الجزيرة إذا حضرتك تسمحي لي فيه نمر التليفون بتاعتنا المشروع ممكن أقولها الكول سنتر 010 30 28 2020 ده الكول سنتر الرئيسي وإحنا موجودين في أكتر من محافظة وبينلف المحافظات يعني إما بنعمل تجارب مجمعة في المحافظات يعني إما بالروح نشوف لعيبة معينين أو بطلوات معينة عشان نقدر نحدد إذا كان فيه مجموعة تنفع تنضم لينا أولا والتجارب دي ما بتبقاش يوم واحد يعني وده برضو المميز في المشروع بتاع الثارز في إيجبت نحنا بنشوف الولاد أكتر من مرة عشان يتم تصفيتهم عشان والد يوصل لثلاث نجوم free stars اللي احنا بنديره الرعاية ونبتدي نصرف عليهم زي أولادنا اللي مسافرين نهاردة أوروبا دول دول بقوا أربع نجوم يعني معناها أن أنا بصرف عليها عشان يسافر بره كمان أو بتديره فرصة الاحتراب إذا عنده 18 سنة الولاد دول بيتم تصفيتهم من خلال مراحل عديدة ما هيش بس أول يوم انفرج على وقت نصف ساعة وخلاص احنا بروح زي مقود حق المحافظات والولاد يقدروا ينضموا الاختبارات في مركز شباب الجزيرة اللي هو المركز الرئيسي للتدريب بتاعنا خلال خمس أيام تدريب يقدر يروح في أي يوم يتصل بالتليفون يعرف المعاد بتاعه ويروح يعمل اختبار اللي هو اختبار قبول انه يتحدث مستوى هل ينفع ينضمن لشروع الموهوبين ولا لسه نحتاج ان هو يتضرب اكتر شوية عظيم احنا نشكر حضرتك استاذ عمر مهنة رئيس التنفيذي للمشروع القومي للموهوبين لكرة القدم شكرا جزيلا على وجود حضرتك معا حيات مسألة الاهتمام بالموهوبين في كل المجالات مسألة غاية في الاهمية الحقيقة لانه بلدنا مليانة كنوز ومواهب لازم يتم اكتشافها ولازم يتم تنميتها وتطويرها واحيانا كتير بيكون الموضوع لعلاقة بجانب الموهبة وكمان مسألة يعني ايه صناعة هذه الموهبة وثوق لهذه الموهبة شيء غاية في الاهمية الحقيقة فكل الشكر لكل القائمية على هذه البرامج الخاصة برعاية الموهوبين المصريين راتي هسيب حضرتكم مع فاصل ونرجع بعد كده نكمل كلام أهلا بحضرتكم من جديد في كل مكان في إطار مهرجان أسبوع القاهرة للصورة لفنون التصوير المختلفة واللي بيقام في قلب القاهرة في وسط البلد وابتدى بالفعل من يوم 8 وحيستمر لحد يوم 18 فبراير الجاري بدأ يعني المعرض بأسطورة الحقيقة قدمت لنا يمكن صورة ندرة وخاصة جدا للمصور الكبير الراحل فاروق إبراهيم كبير مصوري جريدة أخبار اليوم وأشهر مصوري مصر في القرن الماضي خصوصا الحقيقة إنه هو عدسته يعني رصدت لنا لحظات خاصة جدا وانفرادات صحفية كبيرة جدا ويمكن كان أبطالها من أشهر النجوم والزعماء والشخصيات العامة في مصر النهاردة سمحونا إن احنا نشارك فيه أحياء ذكرى المصور الكبير ونستعيد كده مع حضراتكم كواليس هذه الصور الندرة مع ابن المصور كريم فاروق إبراهيم مساء الخير عليك أهلا مساء بماريك لك طبعا على المعرض وعايزة أعرف فكرة المعرض كانت فكرة مين واستعدت لي هزاي المعرض طبعا أنا والدي توفى في 2011 ساب لي إرث من الصور ومن الأفلام ومن الكنز كبير جدا ستين سنة كاملة تصوير رحلة امتدت من سنة اثنين وخمسين لألفين وحداشر سجلت مرحلة مهمة جدا 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 من عمر مصر بس سجلتها برؤية مختلفة تماما عن اللي احنا متعودين عليه أو النمط التقليدي للتوثيق فكرة هو حد فضولي عايزي شوف الأحداث دي زي زي حد توثيق اللحظات اللحظات آه فرحلة طويلة شغل كتير يعني كل يوم تقريبا فكل الأحداث المهمة اللي حصلت في الستين سنة اللي فاتوا يعني لما كنا بندور في الأرشيف على أي موضوع اللي ما كناش بندور هو صور ايه مندور على الحدث الاول ايه اللي حصل في مصر وبعد كنا بندور في أرشيفه على الصور صورها ازاي أو متأكدين انه هنلاقي كل الكلام ده وانت بتحضر للمعرض استعدتي ازاي الصور انت اخترت انها تكون موجودة الفكرة كلها ان هي ابتدت قبلت مروى أبو ليلى دي صاحبة مكان اسمه فوتوبيا دي مدرسة لتعليم التصوير كلمنا مع بعض فكرنا في المعرض هي عاملة المعرض السنادي مهرجان القاهرة اسمه باكتورو أو العودة إلى الأصل فده من أصل التصوير فعلشان نخش على الأرشيف او كده كان صعب جدا فالحاجة الوحيدة اللي سألت لنا الدنيا ان احنا عايزين نعمله عن فاروق رهيم مش عن تصوير فاروق رهيم فاخدنا الاثر بتاعه في التاريخ او الاثر بتاعه الصور المختلفة هاريك عارفة لما بيوم المصور الصحفي نازل بيبقى الجورنال فبتبقى الصورة واحدة اللي شرحة كل حاجة علشان تنزل في الجورنال في مجموعة صور اخرى بقى لها لم تنشر اللي هو في الحدث هو شاف ايه حب ايه كان مصور يعني النوضوع ما كانش بس مختصر على صور والأخبار اليوم كان فيه أرشيف من يعادل كبير من الصور اه طبعا جدا يعني والدي كان بيمشي باربع كاميرات فعني كاميرا للأخبار كاميرا لنفسه كان بيبقى فيه توثيق بكل الأشكال كاميرا بعدسة كده علشان يصور بأكتر من حاجة يعني هو كان فضولي جدا ان هو عايز يشوفها بأكتر من شكل فاحنا اهتمينا في المعرض بفكرة مش الصور الصحفية قوي أو اللي تشرح الحدث فكرة هو أثرو في الحدث او هو كان بيصوروا ازاي احكي لنا كده أهم الصور الموجودة في المعرض وتقول لنا لحظات يعني التصوير والكواليس اللي كانت موجودة من أهم الصور اللي في المعرض طبعا الرحلة الكاملة يعني احنا عندنا رحلة ممتدة من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وقد ايه وتعلق الناس به وقد ايه لما بيمشي موكب الناس بتتعامل مع الموكب. خلينا نتابع كده الصور اللي بيتم عرضها ونعلق على الصور. صورة صورة. فتفضل كده لو دلات صورة الفنان فريد القطرش. ده في البيت عنده. اه. دي القطة بتاعت السيامي هو شخص جد جدا. فان هو يتصور بيلعب مع القطة او كده. ده كان كسر النمط عند فريد القطرش. صورة القبلية كانت للفنانة العظيمة طبعا سامية جمال. كان في حاجة اسمها جولة استوديات او كده. بيلف على الاسمها يصور فيها. فكل السنة كده يعمل مجموعة افلام كاملة لجولة الاسمها. فكل ما افتح جولة استوديات دي بتبقى بالسنة. كل سنة بلاقي بقى افلام ووحاجات وكده. علاقته القوية مع عبدالحليم حافظه. والصور اللي كان بيصوره. دي كانت صداقة. ما كانتش. يعني كانت صداقة في كل حاجة بقى يعني مصاحبة في الحياة. في يعني الصور. اتنين صحاب عايشين مع بعض. يعني بقى شوف عبدالحليم في الصور. يعني شخص بسيط شخص جدع شخص بيهزر شخص غير النمط اللي احنا عارفينه عن عبدالحليم أو الشكل عبدالحليم اللي هو اللي بيحبه كدوا يعرضون صور لعبدالحليم وكمان مع راحل فاروق إبراهيم دي من رحلتهم في لندن عبدالحليم كان ذاكي جدا أنه هو يعتبر من أول المغنيين أو من أول الفنانين اللي في مصر اللي قرر أن يبقى فيه مصور مصاحب ليه طول الوقت في رحلاته حتى في الاستثمار يعني زمان الأفلام أو الناجاتف مكانش رخيص الأفلام الإمكانيات دي عبدالحليم كان بيستثمر مين جيبه في ده علشان يحاول أنه هو صورته الكلام ده كله ده امتد طبعا بقى العلاقة شخصية تعرفوا على بعض كان مناسبة بسيطة واحدة واحدة والدي يبتدى يعربوا من بعض خلاص اتشالت بقى كل المحاذير أو اتشارك كل حاجة كان معي لحد النهاية اعتقد انك المصور وحيد للمصور على فراش المرض يعني انا الحاجة الوحيدة اللي في المعرض اللي بدأوا الناس تشوفوا فكرة ان كل الناس دي او كل الفنانين دول ما اجتمعوش قوي على حد هو الوحيد لنقطة الالتقاء بتاع عبدالحليم ومو كالسوم وجمال عبدالناصر أمور السادات ومحافظة العلقاب طبعا يعني النقطة اللقاء الوحيدة ان كل دول ما اتفقوش على ملحن واحد او مفيش حد يشتغل مع كل دول ففكرة المصاحبة او فكرة ده ان كان شخصية خفيفة بتعدي بتصاحبهم او يعني الكاميرا بتبقى صاحبتهم عريب يجي لك لحظات كده بتبقى عايزة تمسك التليفون وتتصوري هو كان قادر يخلق ده معهم او يخلق الاحساس ده ان يبقى حابب التصوير وده المميز في صور فارو ابراهيم بقيت دلوقتي اشوف صورة من غير ما اقرأ من غير ما اعرف التفاصيل اعرف دي صورة فارو ابراهيم دي لا من رد فعل الناس اللي في الصورة او الناس يعني شايفة الصورة ازاي او يعني اللي في الصورة نفسه بيدحك او بيبص الوالدي ازاي عرشيف فارو ابراهيم تقريبا كم صورة اللي انت يعني تمتلكه دلوقتي انا حتى الان يعني انا في مرحلة الانبوكس او في مرحلتنا بفتح الارشيف انا دلوقتي وصلت لحوالي 200 الف 300 الف ولسه يعني ما شفتش كل الارشيف يعني الارشيف ضخم جدا انا المعرض دي خلاني اداني الفرصة ان انا ابتدي بقى افتح كل حاجة عشان عايز اعرف ايه اللي موجود عندي كل مفتح انا حاس ان يعني بخش خصص وحكايات مع كل صورة يعني تقدر انك يعني تحكي حكايات بين السطور يعني وحاجات طب فاصيلة ممكن ما بتبقاش ظاهرة انا اول يوم فتحت فيه الارشيف للمعرض ده الارشيفه دمي كامل انا بالزبط الحاجة الوحيدة الجادة في دماغي حسيت هاورد كارتر حس بايه لما فتح مقبرة توتان خامون نفس الاحساس بالزبط لقيت تاريخ وعبخ وناس وناس مش متخيلها في المواقف دي او في الشكل ده او فانانين بالنسبالي احنا بنشوفهم في الجد شوية لا بيهزروا بيتحكوا بنقدمين بوساط ومش يعني مش طريقة اللي هو شاهد قبل الحسفة او طريقة لا بالعكس في نطاق شيك في نطاق ازاي الفرحة تبقى حلوة ازاي تبقى يعني اليوم لذيذة يوم في حياتهم يعني الفنانة سعاد حسني صاحبها يوم دخل عليها الوضة وهي نايمة مصورة صورة من اول ما فتحت عينيها وغسلت وشها قضت اليوم كله نزلة الشارع بتاكل دورة من على العربية رحلة كاملة في اليوم عمل ده مع اكتر من شخصية بقى عشت الايام دي مع فنانين كتير جدا جدا ورؤساء وزعماء وناس في الريحلة دي بقى طبعا تلقى لي مفاجآت رهيبة انا نفسي ما كنتش اعرفها يعني ان كان في قضى اسبوع كامل مع محمد علي كلاي اللي هو نعيب البوكس الابريكي لما جيه مصر وخده عند الاهرامات وعمل بيه قصة يعني حطيت القصة دي بالطريقة الاثناشر بيها في مجلة اخر ساعة انه هو قلف بيه فيلم قاله اعمل ان انت تايف في الصحراء وراك الاهرامات ومحمد علي كلاي قلع التيشرت وقاعد وبيسحب في الرمال المصرية وانه واحد بده ويجيه انقاذه والحسام مبايده قصة كاملة فيلم كامل لمجرد مجلة اخر ساعة لمجرد العدد فانه يعمل كده محمد علي كلاي انا نفسي ادقى الموضوع يعني حكالي انه هو كان يعني قابله او بس ما حكالي يعني لما شفتها في السياق بتاعها لا الموضوع كامل حس بقيمة القصة من الصور حسيت ان احنا يعني لازم نتواضع شوية ونقف قدام ده ان الناس دي اكتشفوا التصوير يعني التصوير كان مهنة حديثة او يعني ان هي ما كانتش مصرية كان قابلها هو الاجانب اكتر هما اللي كانوا ينتهنوا المهنة دي والدي ابتدى في وقت كان المهنة بتتمصر فكان عندهم الحرية بقى ان هم يجربوا يشوفوا يعملوا فده كان باين في التجارب باين في ال... انا بقى محظوظ انها شفت الفيلم كله يعني شايف بقى من اول لحظة التجارب من اي حاجة واحنا محظوظين ان انت موجود معنا يا كريم ونفهم اكتر ونعرف تفاصيل اكتر عن يعني ارشيف الراحل الكبير فاروق ابراهيم لكن خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع المصور كريم فاروق ابراهيم اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع المصور كريم فاروق ابراهيم ونحتفي بارشيف الراحل الكبير فاروق ابراهيم ويمكن جونا عملين تتكلم في الفاصل عن الصور وذكريات الصور وقد ايه ده يعني ارت كبير جدا ما شاء الله ليك انه يكون عندك كل هذا الكم من الحكايات اللي الناس طول الوقت عايز تعرف الجانب الانساني من حياة القدباء والفنانين والزعماء غير الجانب اللي هما بيبقوا شايفينه ده بشكل كبير بتكشفه الصور دي طبعا لا الصور بتخترق الشخصية او بتخترق يعني مهما حد حاول يحط اخناع او حاجة الصور في لحظة ممكن تخدع او بتظهر الحقيقة او بتظهر الكلام ده كله يعني مثلا دلاتي معروض صورة بتاعت الرحلة امه كلسوم دي صورة شهيرة قوي دي كانت في فرنسا صورة دي عملت مشكلة؟ عملت مشكلة كبيرة جدا 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 بينهم اه الصورة دي هو مفروض كانت اول رحلة للمجهود الحربي خارجية لفرنسا فكنا رايحين بعد النكسة في 67 فقلقنين جدا على منظرنا فكان فيه كلام ان حد يحاولي بوز الحفلة او كان فيه قلق جدا فمر واحدة وامه كلسوم وافع المسرح حد طالع يقبل قدمها شدها بيشدوه خايفين عليها رح يتوقع الوقع دي فوالدي صور جيت صور دي ورح مديها لسفيرنا هناك دي كانت الطريقة اللي يبعد بها الصور عم استعجل جدا عشان تنزل وقال للناس في أخباري اليوم ما تنزجوش عليها الاسم الصور نزلت اتنشرت وقال للسوم شافت الصور قالت ازاي أخبار يومي وقال لي بقى لا أكيد كان فيه حد أجنابي جنبي في كلامهم دخل السفيرنا لكن هو كان عنده وجهة نظر أكيد في نشر هذه الصورة اه طبعا لا يعني هو صحفي يعني ما هو كده كده مصور صحفي يعني مهما كان السياق ما ده اللي حصل واللي حصل ده لما يتشرح في الآخر هيتفهم يعني ايه الحب أو ان الموقف ده حصل مشكلة اللي احنا شايفين الوقت ان انا لما بظهر الموضوع ده واشرحه خلاص بقى انا قفلت الترند او قفلت الموضوع وكده لكن لو الصورة طلعت لوحدها من غير ما تتشرح او من غير ما تتنشر ما دلوقتي ممكن اي حد تاني يصورها ونزلها من غير السياق يصورها هي واقعة بس او من غير الموقف ده لكن الحادثة لو متصورها صح ومشروحها صح ده ما فوش سياق اساء او ده حدث واقعي حصل قدامي انا موضوعي بغطيه ماليش دعوة بال يعني انا صحفي موجود في المكان كامل بقى كان سفير دخل عليهم قالوا ايه رايكو ساس فاروق السورة هي وصلت ونزلت واتنشرت وزاي الفل قلت له يعني انت اللي مصوره طيب انا عايزة بس سيادة السفير في القوضة عنو مشانا فقاعد يحاول ليصالحها كتير جدا لحد ما في الاخر يعني قابلها قالت له الرجل اللي بيكذب مع حدش ياسق فيه قالها خلاص اول واخر مرة ومن ساقيته خلاص كمان فيه صور للعالم احمد زويل اه صور دي يعني موجود على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وعمل على اه يا دلوقتي صورة دي على ترسيز كبير جدا اه دي شيشة نوبل دي شيشة نوبل اه لا هي الفكرة كلها يعني امو كلسوم كانت بتقول ان في اول ما اتعاملت مع والدي قالت له انا بالنسبالي الفنان ما يكلش ما يشربش الفنان ده زي وزي الصنم يتصور بطريقة معينة او بشكل معين ده كان المنظور او الكلام ده كله لا ويعني والدي قصر النمط ده بفكرة ان عالم وكل حاجة بس هو انسان ما هو مش 24 سنة بيعلم مش لازم ابقى باللاب كوت او لازم ابقى في النمط ده ما الناس بتخرج من ده وممكن يكون مكانش ده نمط حياته ومكاد حاجة مثلا يعني معمولة كده لا لا هي بالنزارة والنصر اه لا لا اه ما هو دي قهوة الفشاوي في وسط البلد فدي حاجة من الترديشن ان حد يعود عليها تجربها او تعملها يعني بالقعدة بس يعني نفس الصورة دي اتخذت ليه القديب الكبير نجيب محفوظ الاثنين في نفس المكان تقريباً الاثنين في قهوة الفشاوي فرق بين الصورتين دول حوالي 40 سنة ده الاثنين في نفس المكان بالزبط نجيب محفوظ كان قصة مختلفة نجيب محفوظ كان رافض التصوير تماماً وميحبش التصوير والدي قعد ست شهور يخلص مع حليم ويخلص مع الناس السهرة كان عارف ان نجيب محفوظ بيتمشى ساعة ستة الصبح كان يقعد بقى يستناكل يقول له مش هنصور يقول له لا يجيله تاني يقول له مش هنصور في الاخر قال له خلاص تعالى نصور فاخده بقى تمشى به في الشوارع وابتعلى حد ما وصله برضه قهوة الفشاوي واقتنع اه اقتنع ده عمل يوم كامل بقى واخده عن ميل وقت كان عاوض حظ جميل مع قهوة الفشاوي اه لا 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 والدي كمان في الاخناع يعني انا بقول له حريك ان هو يستحضر روح ان انا عايز اتصور دي طبع مختلفة يعني ان قعد حد زي عالم يعني او حد كاتب كبير زي نجيب محفوظ وان انا قعده في بوز واقول له قعد واعمل وكده وتصور ده بيبقى هو من جوا عايز يتصور او مش كاره الكاميرا او مش في لحظة الوقت بصور وخلصت لا بتبقى بيبقى فيها اريحية شوية او كده طيب نروح لصور تاني انا عددها دلوقت صور زعيم الراحل السادات ودي كتصور من داخل بيته هو الرئيس السادات كان زاكي جدا وعملت ضجة عالمية في وقتها لا 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 الرئيس السادات كان زاكي جدا 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 ان احنا دلوقت يا هو قعدين بنتكلم على التليزيون الرسمي الصور لسه بنشوفها يعني كل مرة بنتخد الخصة كلها ابتدت ان الرئيس السادات كان ابتدى عايز يهتم بالصور او بالشكل فكان مفروض هيستدعو مصور ألماني ان هو يصور اليوم من حياة الرئيس اولا والدي غار جدا راح بعيد جواب للرئيس السادات قال له انا ابن من ابناء صور اتنين وخمسين وشاب من شباب صورة التصحيح وعايز اعمل يوم من حياتك فكان مفروض ان طلاله تصريع باسبوع ان هو هيصاحب الرئيس الراحل اسبوع قعد معه 13 شهر يصوره كل يوم من صبح لبليل فالرئيس السادات اول لقطة خالص كانت الصحيان من النوم دخول الحمام حلقة الدقن كل ده رئيس السادات قال له انا عايز اوسط كل ده ونعمل موضوع كامل مكمل ونشوفه في الاخر فالدخلة الاولانية ان اول صورة صورها والدي كانت في الحمام وبريحية فكسرت خلاص بقى ان ما فيه صورة ممنوعة اعمل فالرئيس السادات كان عنده روتين معين ان هو كل يوم يصح اعتقد نزلت غليف الاكبر اليوم ساعة اه اه كان روتين معين ان هو بينزل يتمشى الصبح مع شخص مختلف كل يوم عثمان احمد عثمان السيدة ده راح الى جيان السادات بتاع او ساعتين ماشي بعد كده لازم عشر دايق يريح اليوجا فهي ساعة حتى جنبه في الصورة ايه علشان بيرايح يحس بالوقت العشر دايق دول فاليوم الكامل ده او ده لما اتنشر في الاخر بعد تلتاشر شهر تلتاشر شهر دول حصل اهم حاجات في حياة رئيس الراحل اندروس دات تزار فيها ساعتها الزيارة المشهورة لما راح تل ابيب راح فيها كام ديفد راح فيها الكلام ده كله في ذلك السور لما اتنشر طبعا عملت ضد ججة كبيرة ان رئيس الجمهورية ساعتها وكان ساعتها في الحكم وكان بابعة فيه السور دي فعملت ساعتها مشكلة كبيرة جدا طيب نروح لصورة بعد كدة ده بداية السيلفي دي الصورة دي بداية السيلفي ده طبعا مع فري الطر seleم وده كانت سنة كم السورة دي مع الفرام السورة دي عادية في أول التسعينات، فالصورة دي كان في الستوديو بتاعه، كان فاروق إبراهيم عنده استوديو في الهرم، فده السورة دي مبينة اللي بيقف في الستوديو بيشوف إيه؟ يعني ده المكان اللي فاروق إبراهيم مفروض بيبقى فيه، وإحنا كده 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 نوقفين احنا شايفين المنظر ده كان نبتدى ساعتها يظهر موضوع السيلفي ده، اصلاحنا كأجيال لسه عارفينها مش من بعيد يعني يا أتق أنا كل شوية بشوف في أرشيف فاروق إبراهيم مفاجآت إن هو يعني زي بيقوله progressive composition أو اللي هو اللي سابق عصره متقدم على عصره بكتير جداً إن فيه حاجات يعني فيه صورة في المعرض لنجوة فؤاد عند كبري قصر النيل، مصورة حاجة اسمها تعريض مدة طويلة أو long exposure بفلاش بحاجة اسمها تثبيت الفلاش، صورة دي دلوقتي أنا خاف عملها بالدجدر يعني معايا فنانة معادها في الشارع إن أنا جرب بقاً ده لمجرد بس إن أنا عايزة طلعها نور حلو وطلع العربية بتتحرك وكل ده عشان يعمل صورة فالسيلفي ده لأ ده يعني حاجة جات كده أكيد كان اختراع آه لأ دي هي مراية عنده في الستوديو فهم خلاصوا تصوير هو عايز يتصور في يلا نتصور صورة واللي مصور الصورة دي عايزة أبعوف مش فاروق إبراهيم يعني الكاميرا اللي فوق بس من صاحب الكاميرا اللي تحت دي بس الكاميرا اللي فوق فالصورة دي يعني عايزة أبعوف الفنان طبعاً الكبير الراحل آه لحياة قصص ممتعة جداً 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 كل صورة ليها حكاية وإحنا بنعرف بقى دلوقتي دي قصة الحب ما بين بليغ ووردة وهو الثقة بالصور دي قصة حب يعني بجد يعني أنا في كام قصة كده عندي في الأرشيف بحب أتفرج على صور دي يعني علاقات معينة من أخوهم طبعاً الفنان بليغ حمدي والفنان الرحيلة طبعاً ووردة سامي جمال ووروش دي أبازة شويكار وفؤاد المهندس كل دي بقى الحاجات دي عندي الكواليس بتاعتهم في البيت الكلام ده كله العلاقة بجد الحب باين في الصور طريقة الود التعامل نسين إن في كاميرا بيتعاملوا يوم مبسوتين فيه فمن علاقات القوية جداً والصورة دي طبعاً شهري جداً وكانت قريبة القلب الاتنين حتى يعني بعد الانفصالة الاتنين يعني كانوا مهتمين بالصورة دي ذكرياتهم ذكرياتهم أعلى وفضلة الصورة دي يعني عزيزة عليهم طب نعلم بالصورة اللي جاية وفنان سامير غانم الفنان طبعاً الرائع الراحل طبعاً سامير غانم سامير غانم يعني أنا قابلته الله يرحمه وصورته هو شخصيته كده يعني هو من أدم محب عايز يبسط حواليه عايز يبقى موجود هو يعني أنا قابلته صورة معبرة كمان يعني هو إنك تلقى صورة زي دي طير في الهواب بكاميرات زمان أنا عطقت الموضوع التكنية المستهلة خالص كاميرات زمان كان سرعة الغالغ أو سرعة الشتر ما بتعديش سرعة معينة فده إنه هو يصور ناس مرفوع عن الأرض دي صعبة جداً يعني زمان ما كانتش سهلة ففيه شق كامل في المعرض عمله لفكرة الحركة أو فكرة يعني ناديا مونير اللي هي الأرض كوريتر أو القيم بتاع المعرض مختارة جزء كامل ركن كامل حوالي 12 صورة صعبة جداً على زمانهم يعني إنه هو موجودين بإمكانيات الكاميرات زمان بالكلام ده فديه الإمكانيات وكمان سمير 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 بالذات كل ما يشوف الكاميرا بتحول لكين جديد بيبتكر يعني بيمثل يعني بيحترم الكاميرا من أكتر موسين الكاميرون بيحترموا الكاميرا ثانياً فؤاد المهندس الرائع طبعاً فؤاد المهندس وأنت كنت لسه بتحكي عن قصة الحب الكبيرة مبينه الكبيرة طبعاً للضخط الشويكار اللي الأجياري الحقيقة مستمرة في الحكاية حتى ناس اللي كنت بتشتغل معه في الكواليس يقول إنه دايماً كان بيحكي عن شويكار وعن حبهم وتوفيق يعني هذه العلاقة الجميلة بالصور شيء مهم جداً جداً لأ يعني حتى الموضوع لما كان بيتنشر هم أعلنوها إنهما عايزين دحك هم يعني البيت ده مابني على الدحك يعني هما في كل حياتهم لازم يبقى الموضوع انبساط يعني ما فيش كل الصور فيها بجد فرحة فيها بجد انبساط يعني الصورة اللي موجودة الوقت دي في البيت يوم في حياتهم الصور دي منشورة في مجالة آخر ساعة علشان مصور يصورهم كده من أيامهم بالطريقة دي حتى بقية الموضوع ده نازلة الصور كلها هزار وصور كلها بينا موسطين يعني لأ يعني أيام كانت حيبة وكل اللي بييجي المعرض بالذات بيسأل على صور فؤاد المهندس وشويكار ومهتمين جداً شمزين من قصص الحب يعني الخالدة بالنسبة لناس كتير جداً جداً فبنبقى عايزين نعرف الحكايات عايزين نقول للناس يعني هيشوفوا إيه لما يروحوا المعرض والحكايات اللي منتظرهم في المعرض وتقولهم كان المعرض موجود فين ونكمل لحد يومي المعرض موجود في مكان اسمه أكسس في وسط البلد ده شارع النبراوي المعرض مفروض قعد لحد يوم 18 فبراير المعرض عبارة عن رحلة من مصور تاعب جداً 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 علشان يوري رؤيته للناس المعرض مقسوم لشقين شق الأول رحلة في الزمن حوالي 60 سنة ملخص جداً جداً بس هتوصل الناس كل اللي خارج من المعرض يقول لي انت مش عامل المعرض انت عامل حالة من كل اللي يخش الناس اللي حضرت الكلام ده ما بيشوفوا فيه ناس شفتها بجد دمعت فيه ناس شفتها اتأثرت فيه ناس ان بيفتكروا طفولتهم شبابهم الكلام ده كله بيفتكروا مصر بيفتكروا شكل الشوارع فهي رحلة بسيطة كده يعني اخر جزء بقى والشق التاني من المعرض هو جزء تثقيف شوية او تعليمي علشان احنا مشاركين في مهرجان القاهرة للصورة فالشق ده بارز اكتر امكانيات تصوير بارز اكتر شكل الامكانيات بتاعة فاروق إبراهيم في التصوير وامكانياته كمصور حسنا نشكرك شكراً جزيلاً نتمنى لك كل التوفيق في المعرض كريم فاروق إبراهيم شكراً جزيلاً على وجودك معنا ويعني اتبسطنا بحكايات واتبسطنا بصور وده تاريخنا وده زكريتنا فمهم جداً جداً مسألة التوثيق كل التوفيق للمعرض ان شاء الله ونس تروح تزور المعرض وتسعد بالحكايات وبصور وكمان الطلبة اللي بيدرسوا تصوير اعتقد ان هم يستفيدوا بشكل كبير وجودهم في المعرض هو صور علشان الصحافة أو صور علشان الصور دي تتنشر فأي حد مهتم بأي حاجة زي كده أحب جداً ان انا أدعمه أو أساعده أو يعني هيبقى بيساعدني ان هو يعني اللي يشوف الصور دي هيضيف ليها يعني الصور دي معمولة للجمهور مش معمولة ان هي تتقفل أو تبقى في الدراج لو الصور دي ما حاولناش نحن نصغرها يبقى بلاش نصور دلوقتي صحيح وده اللي بيحفظ التاريخ طبعاً اشتركوا في القناة